بص لكل شيء في الحياة بداية ونهاية واليوم هي نهاية إدارة الفنية بالنادي الإسماعيلي استلمنا الفريق بالدوري لعب 16 مباراة حصلت 11 نقطة بالمركز 17 واليوم لعب الفريق 6 مباراة فقط حصلنا 9 نقاط بالمركز 15 النتائج تحتاج إلى وقت في الأساس وركبناها كنا نعمل ليل ونهار ونصابق الزمن للنهوض بالنادي بالإمكانيات المتاحة وبعك يا قلب أزلنا أقصى جود وخلافه وشكر الجماهير وشكر الإدارة وشكر معاوني وشكر اللاعبين إيه ده؟ إيه الفيلم ده؟ طب هو مكمل وأنا مش مكمل؟ طب لو الإدارة دلوقتي قالت أنا متمسكة بيه بعدما قال إنه هو ماشي طب واللعب اللي في الملعب ديه أصلا هتشك ببقاءه بعد كده طب هو الراجل نفسه هيتحطت تحت ضغط بعد كده أنه هو ممكن يمشي في أي وقت حتى لو كمل طب لو ماشي مين هيجي مكانه؟ وله هيجي مكانه دوت فين الثقة اللي هتخليه يشتغل ويقدي ويعمل شغل كويس وأنا عارف إن أنا ممكن أمشي بعد شهرين حاجة في منتهى الغرابة حاجة في منتهى الغرابة الواحد النهاردة متضايق بصراحة الخبر بتاع كابتا حمزة الجمل ده مفاجئ بالنسبة لي جدا جدا وبالمناسبة يعني الإسماعيلي عمل واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق منذ بداية الموسم ويمكن من مواسم قدام غزة المحلة الفريق ليه أربع كرات في العرضة وفي الآيم ضيع فرص بالجملة فيه حظ عاثر ما كانش طبيعي قدام الإسماعيلي لعبيه كانوا بضيعه ضربات الترجيع بشكل غريب قوي غزة المحلة فاز باجتهاد وبأداء جيد وكل شيء بس الإسماعيلي عمل مباراة كبيرة وانت هتحسب يعني عمش فاهم انت أهم حاجة بالنسبة لك ان الفريق يتحسن عشان النتائج تيجي بعد كده لكن انت لو عايز الفريق يتحسن ونتيج مع بعض في نفس التوقيت وانت أصلا كنت منهك منهك تماما الفترة اللي فاتت السنين اللي فاتت يبقى دي مش إدارة آسف يعني لا أقصد انت قهض أو الهجوم على أي شخص بس يا جماعة ده ألف بإدارة أنا عايز أكون فريق أعمل إسماعيلي جيب عقد قديه أنا هفكركم بس إخوان براون بعد كابتن طلعت يوسف جيب عقد ثلاث سنين إسماعيلي مضى مع إخوان براون ثلاث سنين عشان يعمل مشروع للنادي مش بعد شهرين إيه ده يعني حيننا في شهرين نغير فكرنا الإداري على فكرة أنا الساعتها أشدت بإدارة الإسماعيلي انهم مضوا معها ثلاث سنين إيه ده في نادي في مصر بيوقع مع مدارب ثلاث سنين دي حاجة حلوة جدا لا دي واضح إنهم هيمسكوا فيه بقى كذبان خاصة أنا هيمسكوا فيه الراجل خسر مضشين رح مع السلامة فيه كده مستحيل يعني مش منطق يعني أبدا